السلام عليكم ورحمة الله وإهلا ومرحبا بكم مع هذا الخبر الذي يتحدث عن مسلسل أمر إخلاء الجزء الثاني عن مسلسل كويتي متى يعرض ومعيد العرض في الجزء الثاني في رمضان 2021 أما عن مسلسل أمر إخلاء ومسلسل كويتي عرض في عام 2020 الجزء الأول منه ويتناول في إطار قومدي درامي قصة الرجل الأعمال يدعى عادل يمتلك شركة كبيرة يتهم بالسرقة والاختلاص ويتم الحجز على كل أمواله وينتقل مع عائلته إلى منزل أخه زوجته لكن لفترة قصيرة لعدم تقبلها بقاء العيل معهم زوجته تعترض على وجوده معهم وعن طريق الصدفة يكتشف الأب أن لدي بيتا قديما كان قد أعطى لصائق في شركته من البدل الفقراء قصتك فيفكر في استعادته مرة أخرى لقام فيه لكنه يتعاطف مع الأسرة الفقيرة حتى يتعرف على أحوالها البسيطة وتقترم إلى تعيش معا في بيت واحد مع الرجل الذي أهداه المنزل وهو من تاليف مريم الهاجري وخراج عبدالله تركماني وبطولة عبدالله تركماني أيضا وفوز الشطي وفيه الشرقاوي وغادر الزجالي وصمود المؤمن ونصر الدرسلي ويوسف البلوشي وهو من انتهى جولة الكويت وبلهجة كويتية والمسلسل يتم عرضه في رمضان فمتى يعرض هذا المسلسل؟ وكانت واحدة الصحف قد نشرت أن تم تأجيل عرض المسلسل خلال سبيل الجلسان وتم خروجه عن السياق الرمضاني 2001 وهذا السبب عدم اكتمال مشاهد العمل وبحسب مصادر مطلع فمن المقرر مشاركة العمل في رمضان 2022 وبذلك نكون قد أجبنا لكم على السؤال هل سيعرض هذا المسلسل في رمضان جزء الثاني أم لا والإجابة أن المسلسل تم خروجه من السياق الرمضاني هذا العام 2021 على أن يتم اكتمال مشاهد العمل لأنها لم تتم ولم يسعم الوقت لإتمام المسلسل حتى نهايته وسوف يتم تأجيله إلى رمضان القادم إن عشنا إن شاء الله وكما ذكرنا أن كل حلقة من المسلسل تدور في 40 دقيقة ومسلسل مشوق وجميل وخصته جميلة جدا وقلنا لكم عن بطولته وأبطاله ونتمنى لكم مشاهدة طيبة إن شاء الله شكرا لكم